اشتركوا في القناة من الحياد والموضوعية مقرون أيضا بالعلوم الكونية الفيزيائية مقرون أيضا بتجديد الألفاظ والمصطلحات تجديد القوالب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعثوا الأجساد طبعا يوم القيامة عند بعث الأموات ويوم القيامة بالمجمل ما فيها من حساب ما فيها من جنة ونار وكذا هل الذين سيبعثون نحن لما نموت ونبعث الإنسان لما يبعث يوم القيامة هل سيكون تبعث الروح فقط والأجساد خلاص انتهت والله سبحانه وتعالى بدل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار هذا البروز تبعنا نحن هو بروز جسدي وروحي معا أم هو روحي فقط طبعا المتكلمون بالإجماع مسألة يعني متفقة عليها تماما بكل المسلمين يعني الشاعرة ما تريدية معتزلة إمامية إباضية زيدي كل المسلمين متكلمين اللي بيتحكلموا بالعقائد كلهم قالوا البعث الجسدي بعد الموت ليش؟ كل آيات القرآن الكريم هذا أمر غيبي يحتاج إلى نص قطعي وكل آيات القرآن الكريم تتكلم عن بعث جسدي وليس روحي وتأويل هذا الكم من الآيات صعب جدا صعب جدا يعني بصير تحريف هذا صار تحريف ما قضية آية ولا آيتين لا لا آية يعني مئات الآيات كلها تتكلم عن تفاصيل حسية وليس تفاصيل روحية ذلك البعث جسدي لكن يعني هل يخلق الله جسدا آخر أم هذا الجسد نفسه التفاصيل ليس فيها أشكال اختلفوا في التفاصيل ما شئتم لكن المسألة المجملة ككل لا البعث جسدي اللي خالف طبعا الفلاسفة وحتى الفلاسفة أقوالهم يعني فيها كثير جدا من التناقض والبعد الفلاسفة قالوا طبعا هذا البعث روحي فقط ما في بعث أجساد ومستحيل بعث الأجساد الآن سنتكلم لماذا قال لأن البدن ينعدم بصورته وأعراضه فلا يعاد والنفس جوهر باقي لا سبيل إليه للفناء فيعود إلى عالم المجرات لقاطع التعلقات بالموت الطبيعي أو عالم مجردات قلت المجرات المجردات قال لقطع التعلقات بالموت الطبيعي طبعا عندهم النفس ما حكيت لكم عن نفسنا إن شاء الله عندهم النفس تختلف عن النفس التي يعتقد بها المسلمون بشكل عام يعني هنا مسلمين نتكلم عن فلاسفة مسلمين لكن لهم آراء يعني تخالف الإجماع ابن سيناء قال قال بالنسبة للذات هنين يعني المشكلة المسألة طويلة كتير طويلة كتير كتير والبحث فيها طويل جدا لكن كله كلام يعني تقريبا يعني متعب على لا شيء لاحظت يعني عم يجتهدوا كل يبزل كل جهدهم فقط لإثبات أنه اللذة هي روحية وليست اللذة جسدية يعني اختصر لكم أنا مشان ما نقرأ كتير نخلي المقطع أقصر يعني أنه كل شي أكل وكل شي شرب وكل شي كذا إذا الإنسان بيقول مثلا إذا الإنسان كان عم يتوجه إلى شيء معين شايف حبيبه مثلا شايف حبيبته ما عم تيجي لا أكل ولا شرب ولا كذا عنده حبيبته بالدنيا كلها فهي اللذة هاي أغنته عن اللذات الجسدية اللي هي الأكل والشرب مثلا يعني وبيضربوا أمثلة أحيانا واحد عم لعب شطرنج ومشغل عقله لأنه هنا عندهم اللذة عقلية مشغل عقله وعم يشتغل وكذا أو عم يقرأ كتاب ومتعمق بهذا الكتاب وعم يشتغل بيجيبوله أكل بيقولهم بعدين بعدين لك حتى مرتب بتناديله بيقوله بعدين بعدين على هذا دليل أنه اللذة الحقيقية هي لذة عقلية وروحية ليست جسدية فليش أنتو بتكون لذة جسدية طيب وإذا لذة جسدية مع روحية شو المانع عندها تنتين سوا مو أحسن لاحظنا عم يفكر وراح تزواج تنتين سوا فالمعاد قال على ضربين الأول معاد منقول من الشرع وهو المعاد الجسماني شوفوا بنسينا له ثلاث أقوال بالمسألة عفكر تارتان هاختصر كل تارتان شو بيقول بيقول يا أخي اللي ورد بالشرع ما منقدر نغيره بهاللفظ حتى بالرشد صار يجتزئ هذه المقاطع ويدافع عنه في تهافت التهافت قال له أنت يعني في أمور بالشرع ما منقدر نحن المعاد الجسماني جسماني لكن هذا للعوام أما الخواص قالوا المعاد الخواص الفلاسفة يعني الخواص مو الأولياء لا الخواص عندهم الفلاسفة أما الخواص هؤلاء جمعت العقول الكبيرة العميقة هدون لا يرتون إلا بالمعاد الروحي وطبعا هذا تناقض كبير يعني يصير معادين معاد جسدي أو معاد كذا وبعض في كتاب سالس يقول لك هذا المعاد الجسدي هو عبارة عن إرضاء للنفوس نقدر نقول يعني الخسيسة اللي ما بتشغل عقلها البلهاء الكذا الكذا هدون يعني خاطبون القرآن يعني على أدعاء لهم أنه بتكون نسوان بتكون كذا بتكون كذا خدوا لكن أما هي الحقيقة وراء ذلك الحقيقة أرقى من ذلك بفتير هي معاد عقلي أو روحي يعني واللزة عقلية أو روحية فعم يقول لا سبيل إثباته إلا عن طريق الشراء أما العقل لا صنيع يبدأ يعلي المستحيل عندهم مستحيل كل الفلاسفة أن يكون هناك معاد عقلي معاد جسدي الآن سنتكلم ما هي أدلتهم والمعاد المدرك بالعقل والمعاد الروحاني المعاد لا تنفيه الشريعة ولا تكذبه عميلك إذا أنا عم إلك معاد روحاني أو عقلي طيب يعني في الشريعة بتكذب هذا الكلام وفي حقيقة ما بتكذبه لكن تثبت أيضا المعاد الجسدي والجسد مع الروح متهت القضية قال أبو الرشد قال الأنبياء أخبروا أن الله يعيد النفوس السعيدة إلى أجساد تنعم بها الروح قال بأشد المحسوسات نعيما وهو مثال الجنة وأن الله تعالى يعيد النفوس الشقية إلى أجساد تتأذى فيها إلى آخره بأشد المحسوسات أزى وهو النار ثم أبو الرشد يذهب إلى أن العوام هم الأكثرية من المقصود الأول من الشرائع وقد تم تمثيل المعاد لهم بالأمور الجسمانية ما يفهموا غير هيك قال لكونهم لا يفهمون إلا ذلك لأنهم أكثر لأنه أكثر تحريكا لنفوسهم وتشويقا يعني إلى آخره واضح المسألة قال والحق في هذه المسألة هو عم يحكي إبن رشد هذا يعني مقتبس من تهافت تهافت والحق في هذه المسألة أن إن فرض كل إنسان ما هو أدى إليه نظره بعد أن لا يكون نظرا يفضي إلى إبطال الأصل جملة وهو إنكار الوجود جملة يعني شوف عم يقول هلأ أنت إذا بدك تثبت معاد جسماني هذا الأمر مستحيل عقلا ليش قال أولا هنا عنده شي ست سبع أدلة بس يعني أظهر دليلين عندهم بيعتبرون أدلة المسألة الأولى قال نحن عنا الناس على الكرة الأرضية مثلا عم يموتوا هيك ترملكون إياها بطريقة بسيطة كرة الأرضية بهالحجم وصار مارر عليها مثلا مليار سنة كم إنسان من هالمليار سنة مات وطلعوا مات وعاش قال الأرض وحدة يعني الزرات الأرض ثابتة في العدد بينما الناس اللي عم تطلعوا تموت أجساد جديدة فصار فصار عنا لا تستوعب الأرض كل هذه الأجساد فلما بدأ يبعثون يوم القيامة شلون بدأ يبعثون إذا هنصاروا أكتر من الأرض هيك 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 بيحسبها لا طويل بالك يوم تبدأ الأرض غير الأرض يمسألة ثانية لأن نحن عنا وقالوا إذا ظللنا في الأرض يأينا لفي خلق جديد فنحن عنا الغالب بأقوال العلماء أنه كل أجزاء الإنسان نفسها تجمع بيجمعها الله سبحانه وتعالى هذا الغالب عن قول العلماء بيجمعها كلها نفس الأجزاء الإنسان نفسه أجزاؤه بيجمعها من كل البيقاع ولو راحت وبعدت وأجيت بيجمعها وبترجع وتتخرج إنسانا آخر في بعض الأقوال لا جسد جديد غير جسده القديم لكن خلاصة هاي التفاصيل إنها ما في إشكال بالخلاف الخلاف التاني عنده أو المسألة التانية عم يقول فيه اختلاط بالمسائل يعني شلون قال لا يمكن التفريق بين الصور فإن ذلك خلق للصورة للكسرة لما يفنى وينتقل الأحيانا مثلا إنسان بيموت تعرف أنه في عنا صورة وعنا مادة فهذا الإنسان لما فرط أو صار اطراب راحت صورته الصور راحت بقول إنسان ما هي وصورة هيك عندون فراحت صورته فلكن اختلطت بالصور الأخرى فصار لما بدك تسحب الصورة صار فيه خلط بالمسأل هيك بيحسبوها أنه صار فيه مثلا أرض مثلا احترقيت وأرض انتقلت وأرض تحللت وأرض طلع فيها بترول وأخدوهن وطلع جزء منهن على مصفات حمص ومدري إيش قالي هادي كلها وشلون الصور كلها اختلطت ببعض البعض شلون مدى ترجع لأنه هنين عندهم هلا يمكن تقول لي إيه الله بيرجع صح؟ هذا الكلام أنا وياك منقوله لأنه نحن عندنا في شيء اسمه خالق وإيش ومخلوق تمام فهنين عندهم لأ علة ومعلول فهلا إذا أنت عندك سلسلة واختلطت فيه موضع ما سلسلة بيختلط ما بعدها فهي كل مشكلتهم رجعنا لنفس المشكلة الأصل عندهم العلة والمعلول وضرورة العلة والمعلول رجعنا لنفس المشكلة إذن قالوا مستحيل أنه فيه كثير عندهم أدلة بيسوقوها وبيناقشوا فيها بجادلوا فيها هي ليست أدلة يعني لكن يعني بيحاولوا بكل جهدهم أن يثبتوا أن المعادة ليش طيب ليش حامله السلم العرض وماشي قال هيك قال أرسطو ها هيك قالوا الفلاسفة من قبل أنتوا أفهم منهم ما بيقولوا هيك بهالصيغة يعني لكن الحقيقة هيك لأنه هنين ما عم يدروا يعني هنين عم يحاولوا يأسلموا الفلسفة الأرسطية يأسلموها كلهم كان مو بس إبن رشد حتى حتى بن سينة والفارابي والكندي كله نفس الموضوع بدون يأتوا بهذه الفلسفة القديمة ويلبسوها لباس الإسلام يعني يظنون أنه هذا الأمر يعني يفيد الإسلام أو شيء اللي قلنا نحن الإسلام عنده شخصية مستقلة يستفيد من الفلسفات الأخرى لكن في هاي القضية هاي هي تحتاج إلى خبر سماوي أنا كيف بدي يعرف شو بدي يصير معي بعد الموت ممكن ألا هلأ إذا بطاقات عقلية كبيرة مثلا أعرف بكرة شو بدي يصير معي على فرض هاي الغيبيات القصيرة مثلا يعني لكن بعد الموت حتما تحتاج إلى خبر سماوي قطعي حتما غير الخبر ما منقدر نعرف ما بعد الموت ماذا سيجري على الإنسان من عذاب القبر أو نعيم القبر لمن يقول به أو من الموت إلى قيام الساعة الجنة والنار ما بنقدر إذا ما كان فيه نصوص افترضوا حالكم هلا أنتوا ما عندكم قرآن شو بتقول وإذا واحد مات الله يرحمه شو بتقول دهريين وما يهلكنا إلا الدهر ناس بت إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع في غير هيك هلا إذا ما عندكم قرآن ما بتقولوا غير هيك شنون بدك مع أنه أرسطه ما قال هيك وما عنده أنبياء كانوا يحكوا بالبعث ويحكوا بالكذا لكن بصور يعني مثل ما ذكرنا أنه النفس محطمة مقيدة بهذه الأرض الجسد الترابي بعدين بده تنطلق إلى عالم إلى أصلها بتوشلون إلى العالم الأصلي الله يغفر لنا ويتوب علينا قولوا آمين طبعا بعض الفرق الباطنية قالوا بالتناسخ الفرق الباطنية فرق يعني نحرفت عن المنهج العام للإسلام بعضهم يقول نحن مسلمون وبعضهم حتى ما عد قالوا نحن من المسلمين هؤلاء بيقولوا بالتناسخ وما أكثرهم فيه باللبنان وفيه بسوريا وفيه بالعراق وفيه بالهند وفيه قولوا بالتناسخ والتناسخ عبارة عن قولوا الأرواح محدودة وعندهم أدلة نفس قريب من الدليل الأول عند أبن سيناء أنه الأرواح محدودة لاحظت فلما بيموت الإنسان روحه بتطلع هاي وين دا تروح الروح تدخل في جسد ولد الآن لاحظت أو مثلا إذا كانت الروح ضمن البطن المرأة يعني أول ما بدأ تسقط إنسان تنزل روحه تطلع أو الميت من هون بيطلع هون يعني الروح تمشي غالي على طول بجسد ما تطلع من جسد تدخل جسد فورا فإذا كان من الإنسان إنسان تقي تقي قال تطلع روحه لشخصية أعظم لاحظت بيموت لشخصية أعظم تم عم يرتقي بالشخصيات ها التناسخ الأرواح إذا كان الإنسان ساقط مؤذي يضر الناس يعني كذا بينزل لها شخص رزيل وهكذا حتى يت يعني ينزل إلى حشرات وإلى كذا وإلى كذا إلى آخره لذلك عندهم اللي عندهم بفكر التناسخ إذا بشوفوا كلب بيقول لك هذا يعني بيحتقره قطة بيحتقرة بيقول لك هيا روح أبصر شو مساوي حتى الله ماسخه قطة لاحظت لاحظت ففي بالقرى بالكذا تجد ناس تعتقد إلى الآن بهذه العقيدة طب ليش تعتقد العقيدة بيقول لك أخي وبيعد بيقول لك منا مات الأدلة تبعه شو هي منا مات وكذا وواحد ماتت زوجته وبعد عشرين سنة طلع شاف وحدة عانقة وكذا وهي طلعت مرته بس بغير جسد وقصاص بيحكو لك قصاص وخيالات مرة اشتركت بصفحة فيسبوك أنا وعندوني كله بس بيحطوا قصاص للتناسخ يعني كل ما يكون منزوع مرائك شوي بدك تغير جو حقيقة يعني أنا ما عم بستهزئ لا ما أستهزئ أنا ما بستهزئ لكن يعني كمان العقل زينة أنا لا أستهزئ ولا تقول هذا غيبيات ما بنعرف تمام إذا غيبيات عطيني خبر يقيني ما بدي خيالات ومنامات أنا لا أستهزئ أبدا يا أحبابنا وأعيد أقول أي إنسان بيعتقد أي اعتقاد لكن أنا يعني كمان إذا العقيدة وصلت لمرحلة أنه تكون بعيدة جدا عن العقل الخرافية طبعا بدي يصير شيء من الهزئ رغما عنك يعني العقل زينة ليش نفكر بهذا التفكير أكيد طبعا هداهم اللي بيكونوا بيعتقدوا العقيدة بيكونوا كلهم عميين وأميين لكن المثقفين منهم المتعلمين تركوا العقائد من زمان صاروا دكاترة وأسعد زي جامعة ما عات يعتقدوا بهذه العقائد أبدا يعني صاروا أبعد من ذلك غيروا عقيدتهم أو صاروا بلا اعتقاد في المسألة لكن ما عقيدة التناسخ عقيدة يعني قديمة خرافية بسيطة يعني من قصص الناس وأساطير الناس فلازم نستخدم عقولنا وكون أكثر عقلا ووعيا وصلى الله وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه اشتركوا في القناة